في المراحل الأولى للتمهيد لميلاد الثورة ولد أحد أعلامها ورائد من رواد إعلامها فمع نهاية ثلاثينيات القرن الماضي كانت بداية عبد العزيز المقالح وميلاده وبحلول نهاية الأربعينيات كان على الطفل المقالح أن يشهد مأساة إلقاء الإمامة بأبيه في سجون حجه حيث شدت طفل الرحال إلى هناك ليكون قريبا من والده السجين ومن مشاهدات السجن الضيق أدرك المقالح حقيقة السجن الكبير الذي تحتجز الإمامة فيه الشعب فلم يكن غريبا أن ينضوي في إطار الأحرار وأن يكون حاضرا في إذاعة الثورة ومشاركا في فقراتها الجمهورية الأولى والبيان نبض قلب المقالح بحب الثورة والجمهورية فجاء شعره ترجمة لما في القلب وكان لابد والحال كذلك أن يكون هدفا للإماميين المنتقمين ضاق الإماميون الأقزام ذرعا بوجود المقالح العملاق في صنعاء بعد سيطرتهم عليها فاصطنعوا أكثر من مناسبة للتضيق عليه كما فعلوها من قبل مع الشيخ العمراني كانوا يعلمون أنه يضيق برؤيتهم ويشعر بالوطن يضيق بسيطرتهم فكانت زياراتهم لبيته منهجية تعذيبية له ولأن المقالح أكبر من أن يتجاوزوه حاول الحوثيون أن يستدرجوه إلى كلمات يؤولونها برضاه عن وجودهم غير أن الأذيب الكبير لم يكن ليقع في فخ الجهلة الصغار فكانت كلماته تأتي منحصرة في الدفاع عن الوطن والشعب والجمهورية وسبتمبر ولأن الميليشيا مزيج من الرعب والانتقام هربوا من رعبهم مما يمثله المقالح من رمز سبتمبري جمهوري نحو الانتقام منه ومن الثورة من خلال المناهج التعليمية حيث تم حذف قصائده لقطع الصلة بينه وبين الأجيال الجديدة التي لا يريدونها أن تتنفس هواء سبتمبريا نقيا بل تلوثا وضجيجا إيرانيا بلسان الجنيد وأمثاله ممن جعلتهم الميليشيا بديلا عن المقالح والبردوني والزبيري استبدال قسري يؤكد وداع الشعب للمقالح اليوم أنه لن يدوم وأن الميليشيا لن تبقى وأن سبتمبر ورموزها الأنقى والأبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر